وين الخرق بدايرة بيروت الأولى؟ المعركة ببيروت الأولى حامية على معظم المقاعد بس أكتر شي على مقعد الأقليات يعني مععد الطيار الوطني الحر التاني مهم نقول أنه تحليلنا مبنى على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات التي شهدت لبنان من بعد 17-20 النتيجة الحقيقية للانتخابات ما بقرروا غير الناخبين نهار الانتخابات على أي أساس فيه خرق لأرجح الكتيب رح تقدر تحافظ على المقعد المارونة خصوصة من بعد وفاة أكبر منافس لنديم جميل بالانتخابات الماطية فيها تحافظ القوات على مقاعد الروم الأرتوديكسة وبركة يطلع على مععد إضافة إذا قدرت تتعلي نسبة المشاركة لصالحة من المرجح كمان أنه أعلى أصوات تفضلية بال2018 يحافظوا على مقاعدهم وهن جان تالوزيان المدعوم من المصرفة أنطون السحناوي على مقاعد الأرمن الكاتوليك ونقول السحناوي على مقاعد الروم كاتوليك ويكون المرشح الوحيد للطيار اللي حافظ على مقاعده من بعد تراجع شعبيته والتجنك رح تحافظ على مقاعدين الأرمن الأرتوديكس بهذا الديرة المعارضة عند حزوز للخرق عشو معاولين؟ باولا يعقوبيان حصلت بال2018 على نسبة عالية من الأصوات التفضلية والمرجح تقدر تحافظ على مقاعده تقدر المعارضة تنافس على مقاعد الأقليات كمان بسهولة أكبر مثل ما حاولت بال2018 عبر جمانة حداد بس تقسيمها لثلاث لويح هالمرة رح يسعي بتقمين حاصلين ترجمة نانسي قنقر